مساء الخير يا برج الميزان للقراءة العاطفية ويارب تكون تنولي يعني عجبكم ان شاء الله نهش على الطاقة العامة برج الميزان انت في طاقة الاختفاء واعادة النظر في امور ممكن وممكن تكون مختفي عن الشريك او الشريك هو المختفي عنك ولكن يمكن ان يكون برضو خي بتأمل مسلا بتيش خي بتأمل ممكن اه 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 الشريك كده طاقته اه جامد عليك قوي او جامد عليك ومصدر لك وش مش لطيف ويعني مسك على مشاعره وقافل مشاعره عنك نهائي وانت فعلا بتغيير زي ما تكون زعلان او مش فاهم هو ايه اللي بيحصل فعايزين شوف طيب ايه اللي بيحصل هنا بقى اه طيب برج اللي الميزان نبدأي ان كده الشريك قاصد انه يعمل كده قاصد انه يمسك عليك لان طاقته حاليا الانبرور والشخصية دي شخصية مش سهلة وشخصية مش سهلة ومش لطيفة لا يعني هي مش سهلة عموما شخص بياخد قرارات حزمة وطواضي يعني هو قرار 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 بالرحيل بقرار بالرحيل قرار بالزواج بقرار بالزواج من اخر ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج اسد حود وحمل انا ماشيين دلوقتي في الطاقات يعني هقول لكم فشخص مش هزار وما بياخد قرار بياخد قرار ما بيرجعش اصلا فيه اه في المقابل انت في طاقت ازاي بتطاقت تعب نفسي وشاعر بيخيبك امر بيون الناس ماشية من المكان وهم مش حاتين بس هم مش عارفين يخشوا البيت ده من البرد بس رجاليهم يعني بازت وحالهم بالبلغ زي ما بيقولوا وانت شاعر باليوتم مشاعر اليوتم كده كأن او كأن حد اه كمسلا شخص لقدر الله يعني ربنا بعد عن احد توفى عنه ابيه بالزبط كده انت كنت بتعتبر الشخص ده زي والدك بالزبط زي والدك وبتستشيره في كل امورك لانه هو شخصية فعلا شخصية يعني قوية ممكن تكون علاقة زواج ممكن تكون علاقة زواج والشخص ده اخد قرار بالانفصال كده بدون رقعة فانت شاعر بان ما بنيته في سنوات وسنوات انهدم وخبت امل علي قوي 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 مشاعر باليوتم مشاعر باليوتم تم مبدئيا كده نعزي اعرف هو عليه خط ده القرار ده ممكن يكون هاد القرار ده يعني من وحي خياله على فكرة ما مستقبع عليك قوي زي ان يكون قصد مسلا مستقبع اه بفصال شخص ده لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل من الاخر واخد قرار بجد مش هزار فعلا قرار بجد وشاعر بان ده الحكم الصح وده كان اللي مفروض يحصل هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل من الاخر وهو عايز يبقى سنجل انما لو هو متزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زوجية فممكن يكون عينه على حد تاني من الاخر كده وعايز يروح يتزوجه بقى وشاعر ان شخص التاني ده هو اللي حلو يعني عشان كده قافل على الموضوع خالص عايز يفل على الموضوع خالص واخد قرار سريحي يعني لكن هو نجمد مشاعره قوي عليك قوي قوي او برج الحمل فده الطبيعي يعني من برج الحمل وانت انت شاعر بان في شيء هدم في شيء هدم تتعبان جدا يعني ممكن تكون من كتر الزعل بتبتي مرة واحدة جدا تلاقي نفسك عيط بدون اي هدف يعني مش هدف يعني مزدوي لأ لما بتفتكر مسلا مرة واحدة طب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي شايفك ان انت تعبان بص بقى يعني بص الراجل ده جبروت انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه يعني زعلته منك ممكن تكون عملت حركة قفش عليك ممكن مش ممكن شايفك ان انت تعبان جدا 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 ممكن تكون يعني نحسسهم بان هو لو علاقة زوجية وانتوا بتشوفه بعضه في البيت فانت ما بتنمشي معه في نفس الاوضع وتعبان وزي ما تكون مش بتترجاه بتقوله طيب يعني نعيد تاني نعيد حاجة اللي قالك لأ انا واخد قراري انا عايزة امشي لو صلحت سيب نمشي بص انت شايفه ايه انت شايفه زي الصن زي الصن دي دي بقى لانا هتأكد منه دي اللي انا هتأكد منه هل هو مع طرف تاني ولا لا طبعا لو متبطين ممكن يكون عايز يخلع من هزي اللاقة دروح لحاجة تاني بقول يخلع جت يخلع انت شايفه ان هو يقرر الروحيل مرة واحدة هو بالزبط كده دا اللي حصل مرة واحدة عمل لك لوش ده بدون ادنى سبب بدون استحمل انت ممكن تكون ا besonders شو ما عشان كده انت تعبان قوي انت بتقول jebook اللي حصل وكرر يمشي بدون ابداق اسباب لوحده كده ممكن يكون عملك بلوك لان على ممكن يكون بالزبط ممكن يكون عملك بلوك وباصص لحاجة تاني انت شايف ان هو باصص لحاجة تاني ومتكبر عليك ممكن يكون ما بردش عليك لما تيجي تكلمه عشان كده اما شايفك ان انت تعبان انت ممكن تكون مع ابتل المسجد تقوله ليه عملت معي كده ليه نصل بيبيله يعني ان فيه فيه مشكلة انا تعبانة او انا تعبان تتعمل معي كده ليه اخي فهوش عفك ان انت تعبان من غيره ولكن هو مستمر في تحركاته قد ايه الخطوة اللي ياخدها الخطوة دي انا مش حباها خالص اه الخطوة اللي ياخدها الشخص ده لو زوك هيطلق هيكسر قلبي لان هنا كرت المقزون وانت هتوافق على الطلق ده لو زوبت وفجأة كده قالك انا عزي طلق طب ليه عم طب ولادنا الولاد الولاد حرم عليك اهم طفل فيه بينك واطفال انت عايز تطلق ليه انت عايز تطلق ليه ليه عايز ياخد قرار الانفصال في اسرع وقت في اسرع وقت وممكن يكون بس ده كوين افانوس وكوين الفانداجلز الشخص ده انت ممكن تكوني عارفة واحد بس انا هقول لكم على سيناريو ظهار لي فجأة كده الشخص ده متزوج مش بيدي ات اوكي تمام وقرر مرة واحدة انه ينفصل عليك ليه عشان هو شاف ان اللي حصل بك وده ظلم لعيلته وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاك قلت له حرم عليك طب واللي بيننا طب تقال لك لا انا عايز امشي او سمحت عشان كده هنا في علاقة سلسية في زوجة اهي في زوجة في زوجة في زوجة في النص هو شايف ان هي ظلمها شايف ان هي ظلمها الزوجة دي ممكن تكون برج طرابي او ناري وممكن تكوني زوجة دالتة وممكن تكوني طرف عادي ارتباط فقال لك مرة واحدة كده انا مشي انت شايف فيه ان هو عمل الحركة دي عشان عياله عشان هو عنده طفل عنده بيبي وقرر ينسحب ان هزيل علاقة لانه فكر كتير قوي وحاس ان هو متكتف مش عارف يبقى معاكي ولا معاكي انا بقول لك ده متجاوز راجل متجاوز ممكن تكوني اكتشفت يبقى انت متجاوز عشان كده انت مشي متعبانة جدد القرار اللي انت هتخديه اذا يارفاند وده قرار حكيمة كي دي بس ممكن يكون مقزون تكوني متجاوزين كزباد في السر بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية ما تبقى انتصار برضو. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشابتر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض. خالص. تقدمينه عرض? لا. وحتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفت. اصلا. وقررت ان انت تجمدي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص. انت او انت قررت تترحم. لو هي زوجة. لو هي زوجة فهي خايفة من جزها. اهو. بتفكر في جزها. فكرت في جزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمل ده حرام وعيد. حرام. ان انا اكون مكلم رجل من جزها. انها في علاقة زوجة في الموضوع. بس لو مش علاقة زوجة غالص ورطباط. فالشخص ده عنده طرف تالت. وحسس ان الطرف التالت ده تظلم معه. وقررينه معك انت. وانت حاسها بانك قدمت له عروض كتير اوه ومش راضي. وبصص الحاجة بتعميله. فهتقفلي الشابتر ده خالص من حالتك. شايف العلاقة دي بينكم. ازاي? شايفها العشر صيوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم. الشخص ده على فكرة من برة بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. ايه بسقط. الشخص ده تعب من حوار العلاقة السلساة دي خالص. وقال لك ايه بقى? لينين ولا شمال. انا تابت. انا مرة هنا ومرة هنا. انا تابت. تاب خلاص تاب. تاب من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تنين. او تاب من واحدة شاب عادي مع اتنين. فتاب. وحسس ان الالكة دي كان فيها مش ضعنات. كان فيها الام. مش عارف يوزن لسهوه تعبز. واحد ده مع الارضة تعب خلاص. جاب اخره. وجاب اخره. وعايز استريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر الرحيل. انت شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استقرر عشان كده انت زعلانة قوي. وهو قلب عليك. قلب عليك مرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده راح تقلب عليك. ويقول لك انا انا عايزة مشي. يا بنتي انت مش قلتي انك انك مسلا مش حاب الوضع. لا لا لا. انا عايزة مش. فاقت كده مرة واحدة او فاق مرة واحدة. اه. بزبط. ايوة ايوة. ايوة. انت شاعر ان العلاقة دي كان فيها كان فيها حاجة حلوة قوي. كان فيها كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج يبقى كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استقرار وكل حاجة كانت عندك. كل حاجة كانت فيه. انت كنت بتحبيه قوي. قوي. مش حب طبيعي يعني. ده الكينج اوف كابس. كنت بتبدليه شعور رائع يعني. وهو كمان كان شاهد معك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضميره صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس انه هو ظلم حد معاه. ومتاجئ ليه? ايه علاقة سلسائية? فيه طرف ثالث في العلاقة. لو انت متعرفش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت مش كنتش من جوزها لحاجة. انت في علاقة مع حب. متزوج وعند طفل. وكان مخنوق جدا من. ممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير يقولك انا خايف اصليمه انا وانا. طب النصيحة ايه بقى يا برج المزانة? النصيحة بتقولك ارجوك انزور الى الامام وارحل من هزي العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده بس فيه حاجات مشتركة اقولك ايه. العلاقة دي كان فيها استقرار. صح مش هكذب عليك. وكنتش عارفها بقى انك الكنت. صحة برضو مش هكذب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة. من العلاقة دي. لازم. في شيء ناقص في العلاقة دي. ايه هو? الامان مسلا. لان ما يكون شخص متزوج. وعنده عيلة. عمره ما يبقى فيه امان. انا انا بمغي ده في البيبي. باجي في عيالي. باجي في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. انا هزا اقول لك المفجأة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه في عيال لا. لا خلاص بقى اتعدل همشي عادل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع على زوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في ناس شعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. ونت بينتيله بما فيك كيفانك تعبين. فانصحة بتقول لك امشي. حتى لو زعلانا. بصر قدام. حتى لو زعلانا. بمتدايق من اللي حصل بوصل قدامة. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيق. العلاقة دي مش فيها كل حال. طب حل في اه شيء جديد ممكن ينجي البرج الميزان بعد العلاقة دي. بحاجة عامة طبعا يا ممكن تتحاول ممكن لأ. مش بحاجة يجي وليه محدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هيا برج الميزان. اه خلاص هي فتحت كده. اه انت ما في عرض جيلك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى ادور حواليك. عشان كده كاب تيجي وقل لك بص. بص قدام. بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده. آآ ممكن يكون كان عاية انك في علاقة وخايف. فحاول ديله اي لام حاجة ده. برج الميزان باينة جدا يعني. هذه العلاقة علاقة ما فياش استقرار من ناحية الامام. ولكن انت كنت شايف دفعا. انت كنت شايف كده. يا ما بنشوف حاجات بتطلع غلط. عادي. ولكن ولكن اعلم جيدا ان هذا الطرف. لو بعد عنك. اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل وست. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموط. الشخص ده قفل عليك مية ونور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج. عنده علاقة ثالثة. في منها اطفال. اهو. وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي بتاعي. ممكن يكون كان مطلق ورجع. لو انت ما تعرفش يعني. ممكن تكون انت على علم بذلك. وسبك بقى في الحيرة دي.